كنا ذكرنا في الفيديو سابق أن أهم خلقين أو قاعدتين أخلاقيتين مميزتين لأخلاق العامل في الإسلام هما خلق القوة والأمانة طبعا قلنا أن أخلاق العامل في الإسلام لو نظرنا إليها بالتفصيل سنجد أنها قائمة طويلة جدا ولكن حاولنا الاختصار والتركيز على أهمها فقلنا القوة أخلاق القوة وأخلاق الأمانة وتسألنا في ماذا تظهر وتتجلى أخلاق القوة ثم أجبنا أنها قوة عقلية قوة جسدية وقوة نفسية وقوة قلبية ثم الآن سننظر في مستويات أخلاق الأمانة أين تتجلى خلق الأمانة يتجلى كما هو واضح على الشاشة أولا الأمانة في المال أمانة في المال يعني واضح أنه لما نتعامل بالمال أن نكون على مستوى من الثيقة وعلى مستوى من إرجاع المال لأصحابه وعدم الغش في المال إلى غير ذلك خلق الأمانة في المال المسألة واضحة جدا لا تحتاج إلى مزيد من الشرح الأمانة أيضا تتجلى في المحافظة على سمعة الوظيفة وأسرارها هذا مهم جدا يعني في الإسلام من تجليات أو من ميادين ممارسة خلق الأمانة في العمل هو أن نحافظ على سمعة الوظيفة وعلى أسرار الوظيفة يعني أحيانا قد يكون الشخص في وظيفة حرة يعني فلا يعني لا يهمه إن كان أحيانا للأسف البعض لا يهمه إن كان أحيانا يعني سمعة الموسة التي ينتمي إليها قد تمس أو قد يعني تشوه أو أسرار العمل قد تفضح أو قد تظهر لا لا في الإسلام لا يعني إذا كنت مسلم عامل مسلم حقيقي فعليك جزء من تدينك جزء من إيمانك أن تحافظ على سمعة الوظيفة وأسرارها أيضا الأمانة تتجلى في عدم استغلال السلطة والنفوذ وهذا أيضا مسألة مهمة للأسف نلاحظ في عصرنا أن بعض الموظفين أن بعض العمال أن بعض المكلفين بأداء الأعمال يستغلون للأسف الشديد السلطة والنفوذ وهذا طبعا في جميع مجتمعات العالم من وجهة نظر الإستامية لا هذا يتناقض مع خلق الأمانة أمانة كذلك في الوقت طبعا وهذه مشكلة المشاكل في المجتمعات العربية والمسلمة أن ليس لدينا وعي بالزمن وليس لدينا أهمية للوقت والزمن لدينا فقط المثل العربي القديم الوقت كسيفي إن لم تقطعه قطعك للأسف الشديد بقيت هذه العبارة جوفة ومعلقة الوقت أيضا من ذهب ولكن لا نعلم أهمية الوقت في العمل والالتزام بالوقت في العمل نتمنى أن يصل مجتمعاتنا في يوم الأيام إلى درجة كبيرة من احترام الوقت والالتزام وتقدير أهمية الوقت في العمل باعتباره جزءا من خلق الأمانة من الأمانة في الإسلام بالعموم لو عدنا إلى نوع من التفصيل حول أخلاق العامل في الإسلام نقول أن من أخلاق العامل في الإسلام العمل بكفاءة ونزهة هذا طبعا إضافة إلى الخلقين الرئيسيين الذين ذكرناهما وهو القوة والأمانة العامل في الإسلام مطالب بالعمل بكفاءة ونزهة مطالب بالعمل بجدية وإتقان مطالب بالمبادرة والاستمرار مطالب بالمشاورة والتعاون مطالب بالتواضع ومطالب بحب النفع للآخرين أن يحب المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه هذا مهم جدا إذن هذه من أخلاق العامل في الإسلام كذلك في أخلاق العامل من الإسلام نهى الشرع الكريم نهيا وضحا وصريحا عن ظلم العامل وعلى صاحب العمل احترام الحقوق التي أقرها الإسلام له وهذا سنأتيه بالشرحي بشكل دقيق في الفيديو الموالي حول أخلاق رب العمل لكن هذا أيضا أدمجناه هنا لأنه يتعلق بحقوق العامل في الإسلام من حق يعني مثلما الإسلام مثلما الإسلام يطالب العامل بواجبات فإنه يقر له حقوق يضمن له جملة من الحقوق وهنا توازن النظرة الأخلاقية الإسلامية في العمل أنها نظرة لا تفرط ولا تفرط يعني ليست عقابا أو اشتراطات مجحفة في حق العامل وإهمالا لحقوق لا العكس هناك توازن لأنها تقر للعامل مجموعة من الحقوق وتفرض عليه مجموعة من الواجبات وهذا هو فعلا يعني مفهوم الإنسان في المجتمع المدني المعاصر طيب كذلك في إطار العمل تلزم الشريعة الإسلامية أو الأخلاق الإسلامية العامل بالأمانة والإخلاص والصدق والالتزام وكلها من القيم الأساسية للعامل في الإسلام ترجمة نانسي قنقر